كثيرة هي أوجه معاناة سكان قطاع غزة فالناس هنا يعيشون في بقعة محاصرة وأبواب الفرج أغلقت بوجههم من كل مكان حروب ثلاثة شهدتها غزة خلال الأعوام الأخيرة خلفت دمارا طال كافة أوجه الحياة كل وعود إعادة الأعمار لم تنفذ وذلك ينطبق على المنازل والمنشآت الصناعية والاقتصادية أمر جعل نسبة البطالة في غزة هي الأعلى في العالم كما يقول البنك الدولي ستون بالمئة من شباب القطاع يعيشون بلا عمل الفئة الأكبر من الشباب هنا تكافح من أجل البقاء ولكن فئة أخرى والشاب معمر قويدر منها أوصلها اليأس إلى مرحلة الانتحار قلت من حياتي عادة خلاص فقيت أنا هيك قلت هذه خلاص أنا بدي أشرب وموتر يحلي ليس من إسرائيل وحدها المشتكى في غزة ولو كانت أصلى معاناة القطاع فبعض الشباب هنا يشتكون من ممارسات الأجهزة الأمنية في غزة وتضييقها على أبواب رزقهم بلدية كسرت للبسطة ويعتدوا علينا وما خلوش طعم للحياة أساسا وعلى هذا الأساس أنا فضلت الموت على أنه أظن عايش في زل لأنه الإنسان من غير كرامة ما بسوء إشي واقع يدفع الخبراء إلى التحذير بأنه يساهم برفع نسب الانتحار بين شباب القطاع نحن أمام عملية صراع حقيقية على الموارد بين الأفراد وبين المؤسسات الموجودة في غزة في سعيها للحصول على أموال من الناس وضرائب والآخر هذه بيئة خصبة لتوليد مشاعر عدوانية في داخل الأفراد انفجار جماعي وشيق تحذر منه المنظمات الدولية في غزة أمر لا يمكن تفاديه إلا برفع الحصار تمهيدا لإعادة الإعمار وضخ الحياة بالموارد الأساسية للقطاع